نتوقف مع جولة على آخر المستجدات الأمريكية ينضم إلينا مراسل الحرة من نيويورك توني نداف من البيت الأبيض هشان بورار من وزارة الخارجية ميشيل غندور ومعنا أيضا مراسل الحرة من الكونغرس عبد الرحمن البرديسي ومن ولاية أوكلهوما موفدة الحرة وفا إجباعي أهلا بكم جميعا بالتأكيد نبدأ من نيويورك معك توني وكيف يبدو المشهد وهل من توافض أو تواجد لأنصار الرئيس ترامب بالواقع اليوم لم يتم تسجيل أي تجمعات أو تظاهرات أو احتجاجات كبيرة لمناصري الرئيس السابق دونالد ترامب كل ما رأيناه منذ لحظة وصولنا في الصباح إلى هنا أمام المحكمة الجنائية في منهاتن شهدنا بعض الحضور المتقطع لعدد ولأفراد تحديدا من مناصري الرئيس السابق الذين كانوا يقومون بيحملون لافتات كتب عليها عبارات تؤيد الرئيس ويرفعون أيضا أصواتهم مرددين نداءات تطالب بتبرئات الرئيس السابق طبعا دونالد ترامب إذن لم يسجل هذا النهار أي تجمعات كبيرة أو أي تجمعات تذكر كل ما رأيناه وكل ما رصدناه اليوم أمام المحكمة الجنائية في منهاتن كان عبارة عن حضور فردي لعناصر متفرقة قامت بي ولا تزال طبعا بالمرور أمام عدسات الكاميرات وأمام المصورين والإعلاميين الذين طغى حضورهم حاليا على الأجواء وعلى الشوارع وعلى جوار المحكمة الجنائية حيث تتم طبعا مراجعة والنظر في موضوع قضية الرئيس ترامب وإذا ما كانت سيتم طبعا توجيه اتهامات له أم لا وبالحديث عن المحكمة وتحديدا اليوم بات مؤكدا أن هذه المحكمة أو هيئة المحلفين الكبرى التي تنظر في قضية الرئيس ترامب لن توجه اليوم أي قرار يتعلق بإدانته أو عدم إدانته على ما يبدو بحسب مصادر موثوقة أكدت من داخل المحكمة لي وسائل الأعلام المحلية أن ما يتم حاليا دراسته هو إضافة يوم أي يوم غد الأربعاء سيتم خلال هذا النهار الاستماع للمزيد من الشهادات التي طلبت الاستماع إليها هيئة المحلفين الكبرى وعلى ضوئها سوف يتم غدا وليس من المؤكد أيضا سوف يتم غدا البت في هذا القرار إذا ما كانت ستوجه اتهامات لي الرئيس ترامب أم لا إذن غدا سيكون اليوم المنتظر ماذا عن المشهد من البيت الأبيض هشام؟ البيت الأبيض يتابع عن كتب ليس ما يجري في نيويورك بل في موسكو محادثات الرئيس الصيني جيشينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويراقب مسألتين أساسيتين أي زخم ستسجله مبادرة السلام لوحادية الجانب كما يصفها البيت الأبيض من جانب الصين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وأيضا إن كان هناك تغير في الموقف الصيني بشأن تسليح روسيا ودعمها عسكريا في أوكرانيا البيت الأبيض يحث الرئيس الصيني على الحديث إلى الرئيس الروسي حول ضرورة احترام السيادة الأوكرانية وعدم إبقاء القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية البيت الأبيض أيضا اختار كما رأينا بالأمس الإعلان عن حزمة جديدة لمساعدة العسكرية لأوكرانيا ب350 مليون دولار اختار هذا التوقيت وأضاف إليه اليوم أيضا إعلان مفاجئ من البيت الأبيض بتسريع عملية إيصال تلك الدبابات 31 دبابة من نوع أبراهامز المتطورة تلك الدبابات الأمريكية التي يريدها الرئيس الأوكراني بوطيرة أسرع من السابق عبر اللجوء إلى النسخة القديمة منها هل يتصل إلى أوكرانيا بحلول الخريفة المقبلة ميشيل ما جديد وزارة الخارجية الأمريكية نعم قبل لحظات تحدث نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل عن قرار الكنيسة الإسرائيلي بتعديل قانون الإخلاء ووصف هذا التعديل بأنه أمر مقلق للغاية ودعا باسم الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية إلى منع المستوطنين من العودة إلى البؤر الاستيطانية التي أخليت في العام 2005 والذي يسمح تعديل القانون بعودتهم إليها في الضفة الغربية وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذا القانون يأتي مخالفاً لتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريال شارون إلى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بإخلاء هذه المستوطنات كما أنه يأتي أيضاً مخالفاً للالتزامات التي تقدمت بها إسرائيل خلال لقاء شرم الشيخ قبل يومين بعدم القيام بأي خطوات أو أي تصريحات تؤجج التوتر بين الطرفين ودعا النائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الإسرائيليين إلى التراجع عن هذه الخطوات التي وصفها بالاستفزازية ننتقل إلى الكونغرس مع مراسلين عبد الرحمن البرديسي إليك عبد الرحمن نعم ميرا بعد عدة ساعات سيصوت مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت الإجرائي الأخير على مشروع قانون إلغاء تفويضي استخدام القوى العسكرية في العراق والذي منحه الكونغرس للإدارة الأمريكية في عامي 1991 و2002 بعد جدل استمر أكثر من ثلاثة عوام في مجلس الشيوخ ربما يكون التصويت النهائي الليلة أو على أقصى تقدير يوم غد وبعد ذلك يستعد مجلس النواب لاستقبال هذا التشريع لأنه من المتوقع الموافقة عليه بمجلس الشيوخ بأكثر من 60 صوتا وكيفين مكورثي رئيس مجلس النواب الأمريكي صرح بأنه ربما يتم التصويت على هذا التشريع إن جاء له اليوم أو على أكثر تقدير يوم غد أن يتم التصويت عليه يوم الأحد القادم والرئيس الأمريكي رحب من قبل بقبول والتوقيع على هذا التشريع أختم معك وفاء إجباعي وما التطور اللافة الذي ستطلعين عليه من أكلاهوما نعم ميرا أنا أقف في قاعدة فورتسل العسكرية في أكلاهوما حيث يطلق الجنود الأوكرانيون التدريب على بطارية باتريوت هذا النظام الدفاعي الجوي المتطور والمعقد الذي قررت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي منحه لأوكرانيا التطور اللافت هو إعلان القاعدة بأن الجنود الأوكرانيين وعددهم 65 باتوا جاهزين لتشغيل وصيانة هذا النظام وأنهم سيعودون إلى أوروبا في غدون أيام قليلة وفي أوروبا سيخضعون إلى مزيد من التدريبات حيث سيشغلون البطارية الفعلية التي باتت جاهزة وبانتظارهم والتي ستنقل معهم إلى أوكرانيا في غدون أسابيع وبالتالي يمكن القول بأن هذه التدريبات التي بدأت في يناير شارفت على الانتهاء وتم اختصار فترة التدريب والتي عادة ما تمتد إلى نحو عام تم اختصارها بعشرة أسابيع فقط وذلك بفعل مهارة الجنود الأوكرانيين والخبرة التي أبدوها هنا في الميدان ميدان التدريب شكرا جزيلا لكم جميعا من أكلاهوما وفاء إجباعي من الكونغرس مراسل الحر عبد الرحمن البرديسي من وزارة الخارجية ميشيل غندور من البيت الأبيض هيشون بورار ومن نيويورك توني نداف شكرا جزيلا لكم